على خلفية عملية نبع السلام يدخل لاعبون جدد إلى ساحة شرقي الفورات فبعد أن سيطر الجيشان التركي والوطني السوري على المناطق المنتدة بين مدينتين الأبيض ورأس العين بعمق أكثر من 20 كيلو مترا رضخت الميليشيات الكردية لنظام الأسد وقررت تسليمه مناطقها بلا مقابل شريطة مواجهة قوات نبع السلام صفقة الميليشيات الكردية مع نظام الأسد تمت برعاية روسية في مطارح ميمين باللاذقية وفي رعاية الروس لها رسالة إلى تركيا أن الأمر أصبح ضمن التفاهمات الإقليمية عقب هذه التطورات خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات تدلل على استمرار العملية التركية مع احتمالية إيقافها في عين العرب شريطة إخراج الميليشيات الكردية منها حسابات تركيا التي من المفترض أن تغير جذريا من العملية متعلقة بجدية تحرك النظام السوري بكفالة الروسية وأن لا تكون حشود النظام التي دخلت بالفعل مدينة عين عيسى شمال الرقة هي عبارة عن بروبوغاندا إعلامية كانت قد حصلت مثلها في عفرين سابقا وهربت عند أول قصف تركي استهدفها مصدر عسكري من المعارضة أكد أن تركيا حاليا تدرس التطورات الجديدة بالتواصل مع الروس ومراقبة الأرض لكنها في كل الأحوال لن توقف عمليتها العسكرية إلا بتحقيق المرحلة الأولى من المنطقة الآمنة والحصول على ضمانات حقيقية لعدم إعادة تدوير ميليشيا قسد بمسميات جديدة حيث سماها نظام الأسد بالفيلق الخامس ووصفها بالقوات الرذيفة بعد أن اتهمها بالعمال قبل عدة أيام التحالف الدولي المسيطر على سماء منطقة شرق الفرات لم يبدأ أي تحرك تجاه تحرك قوات نظام الأسد وهذا يفسر معنى كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حين قال إنه من الذكاء عدم التدخل بين الآخرين الذين يتقاتلون شرقي الفرات مآلات عملية نبع السلام بعد كل هذه التطورات مرتبطة بمدى عمق التفاهمات بين الدول اللاعبة في سوريا ووصولها إلى قاسم مشترك يكون فيه رضا للجميع